مع الزوج يعني مع الزوج أنا يعني عايز أكلم الزوجة كلام خاص في الكلام ده هقولي للزوجة وهقول للزوجة عشان بالناس بتقول طب المقطع بيقطع الزوجة الواحدة والزوجة ده مش مشكلة أنا والله لكن أنا بخاطب ده وبخاطب ده فأنتوا طابعوا المقاطع هتلاقيني بخاطب الترفين للزوجة على الأقل في العيد يعني ما شاء الله قطيب طيب الماء مستحمية الله مبارك ونضيفة ويعني مسرحة شعرك يعني بتعملي الفورم أي حاجة بنتي بلاش الكحكة وبلاش الأمطة يعني حاولي أعملي أي منظر يعني ومشاء الله طبعا أنتوا الجروبات العظيمة اللي من دلوقتي الجروبات بتعاتي النساء من دلوقتي شغالة بقالها أكتر من أسبوع هي ومعملي كذا والمسك الفلاني مش عارف أعملي الخلطة الفلانية والعجل فلانية والتفتح البشرة والتفتح الإيدين ومش عارفة إيه للكعوب عايشي عايشي شوف الحارين بيعمل إيه قدم كله في الصالح وكله عشان تصري عيني زوجك خير وبركة ما بقولكيش هاتي حاجة جديدة والله غسيلا يا رسول الله جديدا قلغة سينحل المهم تبقى نضيفة ورحتك حلوة وبيبقى في فرحة في قلبي بتقايش أي حاج مهم بيشوفش مش مهم بس بس عشان بس ما تزعلش وتتقاهري سمع كلامي ما شافش الحاجة دي ما عملش مش عارف إيه مش مهم ولا يعنينا الكلام ده المهم إنك انت بتعملي لنفسك ويبقى أصلا حتى بتعلمي أولادك وبناتك اللي موجودين في قلب المناسبة دي إنه شايفين أمنا وضع مختلف وفيها حاجة مختلفة هم كمان يطلعوا في بيوتهم كده ما فيش مانع أبدا إنك تعملي كارت لطيب جدا لزوجك فيك كلمتين حلوين بمناسبة العيد السعيدي الجميل ده كل سنة وإنت حبيبي كل سنة وإنت طيب كل سنة وإنت يعني زوج صالح كل سنة وإنت أب حنون كل سنة وربنا سادد عنك الدين وارزقك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه أي حاجة وفكرة كمان إن ممكن الأولاد يساعدوك في كروت التهنئة دي أو يعملوا كروت تهنئة كمان لأصحابهم ويبقى كمان قبل ما عدي بس نقطة الأب دي يعملوا لولدهم شكرا يا أبي إنك عملتنا كده أصر فينا الموضوع الفلان يا أبي والله يا أبي كذا 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 وكمان يعملوا لأصحابهم ويصوروها على الواتس ويبعطها له بحلوة جدا أنا شا فيه الزيارات أنا فيه الزيارات شان الحظر الله مبارك أو أسبوع أو بادي أو بمناسبة العيد آه بمناسبة العيد يعملوا الحاجات دي وإحنا هنقول يقول لأ عيد وغير عيد المم وهم يفرحوا ممكن يبعطوها زي ما قلتلك رسالة صوتية أو يصوروها مثلا بتبقى سكرينة على الواتس ويبعطها لهم ده شيء طيب جدا جدا وصية للزوج أنا قلت للزوجة هاي شوف كلام كتير وللأم شوف عليها قد إيه من أول الحلقة ونعمل أقول وصية للزوج بص يا ابن الحلال يعني شكرا وكتر خيرك وربنا يخليكي لينا ست الكل مش هتخسرك حاجة بل بالعكس هتزود رصيد الحب في قلب زوجتك كان فيه عادة عثمانية أنا بعيد للكلام ده كل سنة العلا الله سبحانه وتعالى يعني ينفق في صورة الأمة وفي صورة الرجال ويسمعوا بكلام ده ويعملوه والله سبحانه وتعالى يمن على رجال المسلمين يا رب أجمعين وأزواج المسلمين يا رب أجمعين بالمال الطيب الرزق الحلال المبارك فيه ويجيبوا هدايا لزوجتهم نفسي يجيبوا هدايا لزوجتهم كان فيه عادة عثمانية زي ما قلت لكم إن الزوجة في صباحية العيد لما بيجي الزوج من صلاة العيد بتقدم له القهوة وهي بتقدم له القهوة إيه اللي بيحصل هو بيشربها بس مش بيديها الفنجان فاضي بيحط لها حاجة من زق الأصفر حط لها بقى ختم دهب حاجة دهب أي حاجة دهب يعني ماشي دهب 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 كده ما فيش فلوس ثم ما فيش كذا ورقة شكر كلمة طيبة ممكن مثلا تجيب لها حاجة فضة بلاش دهب ماشي في الفضة فيش دهب فيه ألماز أي حاجة المهم إن انت تقدرها ما بنقولش على فكرة عند الست ما بيفرقش أبدا القيمة العالية ولا قيمة الحاجة بالفلوس أبدا وهتقايد الست تقول الكلام اللي أنا بقوله لكم ده سألقون لو ست سوية يعني وشخصية سوية المرأة تحب التأدير ولو بكده طبعا الورد دلوقتي حلو جميل وزي الفل وكل حاجة ولكن الكلمة تحس إن هي مقدرة عند زوجها إن زوجها فعلا مقدرة كانت تعبط طول الشهر وانتوا كنتوا مش عايزين قال من مجود حد لأنت كنت بتعمل وهي كنت بتعمل هي تعبط والله سبحانه وتعالى يعني يعني الواحد على الأقل يشكر الناس لاني ما لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى كتر خيرك شكرا يا ست الكل الله يبارك لك والله إحنا مش عارفين البدن من غيرك أنا هيبقى أعمل إزاي صراحة أو في الجالة يقولوا كده عقيقي يعني وشكره وطبعا تبقى يعني أب طب بالنسبة للأب اللي مش موجود مع أولاده ده لو أنت في البيت عامل جوا مع أولاده وكديك بتشارك في الحاجات اللي إحنا قلنا عليه طب أب مش موجود مع أولاده يا ابني افتح كاميرا وتكلم عيالك وهد كل عيل كده واسمع منه وتكلم معاه ما تخليش فيه توجيهات ممنوع منعا بتن تيجي تكلمهم وانت من على بعد وفي النسبة سعيدة وتديهم أوامر وتوجات وإفعل ولا تفعل غلط لا مهما لازم أنصح مش مش دلوقتي فرحهم خلي العيد بالنسبة لهم فرحة أبونا بيتصل يفرحنا مش صوته بيعلى عندنا ومش عارفة بيعمل إيه وبيساوي إيه إحنا شعايزين الكلام ده عيد عليهم فرحهم خلي مكالمة خاصة بينك وما بين زوجتك بتشكرها فيه وبتفعلا بتقول لها على حاجات تؤجر عليها يعني تؤجر عليها تجيب لها دي قدرت قدرت ما قدرتش الكلمة الطيبة صدقة وكتير منها بيرضوا بالكلام ده بالطبطبة وبالجزاك الله خيرا تمام كده تمام كده خلينا يعني أنا طبعا مش أخد أسئلة للحلقة دي لكن خلينا يعني أختم بيها زي ما بديت بيها قبل ما أقول الحاجات الإنجازات اللي حصلت في خلال شهر رمضان خليني أختم بيه هو إحنا محتاجين من بيوتنا إيه في العيد يا غير إنها تكون بيوت فرحانة دي وصية للزوجة ووصية للزوج وصية للأولاد في ساعات كتيرة بنات بتكلمة تقول لي أمي أنا مش عارفك يا سيد تعميل أنت أنت بسمعت الحلقات وبتتفرج علي وعارفة كذا اعميل أنت وتبقى البنت اللي البيت كله غم وهي ساعة بس كده ما تسحى وتطلع من قدتها إيه ده البيت نور ده ريحانة البيت جات المرأة هي كده الأنسة كده في أي مكان بتبقى موضع فرح وموضع بسمة وموضع لطف في قلب البيت أنا عايزاكي كده الحلقة اسمها أنا بقول أفكار بسيطة جدا جدا ونكنت جبت لكم عالي اللوح اللي أنا عاملنا لكن حاجات بسيطة جدا وتعملي فرحة في قلب بيتك وفي قلب عيالك وانت لو انت أخت تعملي الكلام ده وامك مش واخدى بلا فرحيها وتدعي لك الله يبرك لها بنتي ده بنتي دي صاحبتي ده مش بنتي دي صاحبتي ده هي اللي بتخلي بيتنا يعني في البهجة والبسمة الشكر من الله سبحانه وتعالى وإحنا مأمورين تعبدا لله الفرح بالعيد عبادة تعظيم شعائر الله والعيد من شعائر الله أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى